السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام عليكم السلام عليكم خير يا شيخ واسك أهلا وسهلا تفضل أتعرف على اسمك يا حب ذا أن تحسنون ألفاظكم هذا الله يسلمك لا ما عندي إلا ألفاظ طيبة إن شاء الله يا شيخ واسك تفضل أتعرف على اسمك أنا معك عبد العزيز من السعودية عبد العزيز أولا أسألك سؤال بصيفتك من السعودية سم ما رأيك بالذي يتصل ويتلفظ بأتفه الألفاظ هذا كافر مو كافر فاسق هذا هذا يعكس يعني تفضل على كل ولا يعكس حقيقة 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 أنه يا جماعة ما يعكسهم تفضل يا عبد العزيز أنت على الهواء بس أطلب من يكترب الله يرضى عليك يا شيخ واسك أنك يعني ما تقطع الخطب أجهي أنا سأل أنا اتصلت فيك البارع في الليل أسمعني أنا أواعدك عبد العزيز أواعدك الله يعني شكرا لك شكرا أسمعني 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 إذا سألتني وانتظرت مني الإجابة ومع الالتزام بأدب الحوار بخدمتك تفضل لا 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 ما عندي الله إن شاء الله أسمعني الحوار إن شاء الله تفضل أنا أسمعني القادة الذي في الفتوحات مثلاً يرموك وقال قادة لفتحه مصر أنا أقول من قتل منهم الجنود هل هم شهداء في نظركم أم هم غزاة على كل أنه الفتوحات في عهد الخلفاء لم تكن وإن كانت هي فتوحات في نظري وحسب التحقيقات طبعاً هذا يراد لبحث مفصل مو موضوعنا لكن أنا جاوبك على أجعجال لم تكن لعله لم تكن كما أراد رسول الله صلى الله عليه وعليه لأنهم كانوا يحرقون الأخضر واليابس في زمن الخليفة عمر الفتوحات كانوا يحرقون الأخضر واليابس وهذا كان لا يريده رسول الله رسول الله كان يقول لا تؤذوا شيخاً ولا تقطعوا شجرة إلى آخرهم فمشكل على كل نعم هي فتوحات لكن طريقتها غير صحيحة وأصلاً القادة لها غير شرعيين يعني فماذا نفعل؟ يعني مثلاً قعقاء أبو عبد عمر بن جراح القعقاء أسمعني القعقاء سأجاوب هل هم يعني مثلاً منافقين أو مسلمين في نظر؟ سألتني القعقاء يا سيدي يا عبد العزيز شخصية وهمية غير موجودة في التأريخ أرجو أن تعرف ذلك شخصية ما موجودة وابو عبيد عمر بن جراح وخاطب موليد طبعاً هؤلاء كل له قصته القصة طويلة يا عبد العزيز أرجو أن تسألني في موضوعي لأني أنا لو أحضر لك سيرة خالد بن الوليد ينزف جرحي من جديد وفقك الله طيب أسألني عبد العزيز عبد العزيز أسألني أسألك سؤال اسمح لي ما رأيك في البخاري؟ صحيح البخاري عندنا هو ثاني كتاب يعني بعد كتاب الله سبحانه وتعالى ما رأيك؟ اسمح لي اسمح لي اسمح عليه اسمح عليه يا شخواتك وهذا أنا متأكد منه مئة في مئة أنه صارت عليه إضافات كثيرة جداً يعني خلال الألف ومئتين سنة هذه الأخيرة صارت عليه إضافات هو الصحيح المسلم طيب أنا أجاوبت الآن لن يصلنا نحن وقال لم يصلنا كما ينبغي طيب أنا أسألك سؤال سؤال أنتم بإجماع فقهائكم حتى إمام الحرم المكي قال من أحلف بطلاق امرأته أن كل ما في البخاري صحيح يقع الطلاق وأنت تقول ثاني كتاب بعد كتاب الله ما رأيك بأن رسول الله حاول الانتحار ثلاث مرات؟ لا هذا صحيح هذه من الإضافات في البخاري الآن سؤال الآن هذا سؤالي 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 أنت في البداية نحن عندنا في علم المنطقة النقيضان لا يجتمعين قل تواصح كتاب الله والآن تقول الرواية ذير صحيحة أنت ساعدني ماذا أفعل أنا؟ أنت ساعدني أنا أقول إذا ثابت أنه يعني إحنا نأخذ منه عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز أنا أنتظرك عبد العزيز أنا أنتظرك الآن اجلب ورقة وقلم وأخذ المصدر إذا وجدت حرف واحد غير صحيح أنا لن أجلس خلف شاشة والله العلي العظيم هذا قسم مني والله واظقت من كلامك يا أخي لا يمكن والله واظقت من كلامك أسألك سؤال عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز أنا سليمة يا سلوح عبد العزيز والله العلي العظيم أنا صادق معك أنت لا تعرف أنا كم أحبكم وأحب العشائر في السعودية ولا أقبل حتى ألمس بهذا يعني بأي أحد بكم منهجيتي منهجية علمية أنا أقول لك شيئا واحدا أنت ساعدني يعني أنت الآن ساعدني الروايات التي تعرف الفيلم المسيء للنبي نحن نعيش هنا في الغرب ونعرف الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وآله ما رأيك فيه ألا تقول لعنة الله عليه وعلى فاعله نعم والله بروايات صحيحة السند في كتبكم أنا ماذا أفعل هل تساعدني حتى ندافع عن النبي أم لا أنت ساعدني نعم يا أخي هذا هو موضوعي هذه هي مشكلة يعني برواياتنا يذكرون عني شيء ألساء عن النبي أنا أقول لك هل تعرف ماذا يصفون النبي أنا أقول لك أنا لأنك من السعودية أنا أقول لك شيء الفيلم يصور أن النبي جالس الفيلم أنا رأيته بعيني النبي والله لو لعدنا القدرات الفنية كان رأيتكم الكثير من القضايا اسمعني أقول لك الفيلم يروي أن النبي جالس مع أصحابه وعمر بن الخطاب جالس وإلى آخره ومرت امرأة أنا بعيني رأيت الفيلم رسول الله ما تحمل دخل وأنا رأيت طبعا يجل رسول الله دخل إلى الخيمة وبدأ الله يجي الوجهك يعني يمارس الأمور الغير شرعية مع هذه المرأة وجدت اسمع يجل رسول الله أنا الآن أسئلك إذا عندك أنت شيخ جامع جالس أنت ويا يعطيك درس يبلغك بالرسالة أنت وأصحابك وشيخ جالس وتمر امرأة جميلة الشيخ على غفلة رأسا يستأذن يقول أيها الأخوة أنا أستأذنكم يذهب وراء نصف ساعة يرجع مختسل أنتم تسألوا يا شيخ جزاك الله خير ما الذي جرى لك يقول أنتم ما رأيتم أنا رأيت هذه المرأة فوقعت في قلبي شهوة فذهبت أتيت إحدى نسائي بالله عليك هذا نبي له مهوس انت قل لي أعوذ بالله الشيطان طيب الآن أحرجي هذا خطأ هذا خطأ كبير اسمع 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 الآن اسمع اسمع يا عبد العزيز أنتم الآن تعطون يا عبد العزيز عبد العزيز اسمعني أنتم الآن اسمع اسمع عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز أنت رجل لأنك تتمتع بأدب الحوار أنا عندي استعداد أتحدث معك ساعة اسمع بس أنا أريد أدب الحوار فقط مع علمائكم مع ناسكم فقط أدب الحوار أنظر أنتم أعطيتم أثرازييشن يعني أعطيتم أنتم ترخيص إلى الذين ينتجون هذه الأفلام بأن ينتجوا هذا الأفلام أنظر مسند أحمد بن حنبل الجزء الرابع صفحة 231 طبعة دار صادر بيروت مجمع الزوائد الهيثمي الجزء الرابع صفحة 292 طبعة 1988 طبعة دار الكتب العلمية يقول ورجال أحمد ثقات هو يقول هذه الرواية التي سأرويها لك والألباني صحح هذا الحديث في الجزء الأول صفحة 802 يقول قلت يعني الألباني وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات ماذا يروي؟ يروي عن أزهر بن سعيد الحرازي قال سمعت أبا كبش الأنمار قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أقول جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اختسل يا رسول الله ما الخبر شو أنت دخلت ورجعت واختسلت قد كان شيء صار شيء قال أجل مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها أنا أسألك هذا نبي لو مهووس يجر رسول الله هذا هوس هذا ما يصير يا أخي اسمع اسمع أنا أقول لك يا شخ واثة مشكلتنا مشكلتنا أن طبعا صحيحة بخاري ومسلق وماء وأحمد وسنن أبو داود وابن ماجة ليست كتب هذه محفوظة كمان حفظ القرآن دخل عليها زيادات يا شخ واثة عبدالعزيز ساعدنا عبدالعزيز عبدالعزيز ساعدنا اسمع 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 ساعدنا ومكة المباركة هي البلد الأمين البلد المبارك بلد مقدس يعني منبع الرسالة السماوية في مكة والمدينة أنتما للحضارة افعلوا مؤتمر انشئوا مؤتمر في مكة لمناقشة هذه الأمور ونحن بخدمتكم ونحبكم ما عندنا شيء معكم لكن نحن والله يعيش يا اخواتك والله يعيش اخواتك ولو واخدت من وقتك الكثير أنا وقتك سامين كل من كل الحاجاتك اللي أن سمعتها أنا اللي أن سمعتها شفت ملزم معك عشائريا إذا كلمة واحدة أنا أنقلها خطأ والله العليل علي لا 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 أنا أقول لك ثقة هيك والله العليل عالية ولي وليك طيبة ولكن مشكلة زيادات لدخلك لا المشكلة أنك تقول لا تعرفون هذه الروايات على كل الاتصالات كثر لا لا ما أقول أنا أقول لك أنت صادق أسمع هل سمعتم هل سمعتم سمعتم والله لو أروي لك روايات هل سمعتم بهذه الروايات من قبل لا لم أسمع أسمع أنا أسمعني عبد العزيز اكتب اسمي بالجوغل عبد العزيز أسمع عبد العزيز أختصر معك عبد العزيز قربة إلى الله عز وجل اكتب الشيخ واذق شمري في الجوغل أخذ إيميلي راسلني أنا أبعث لك سيدي الفيلم المسيء إلى النبي والروايات الصحيحة أسمع أسمع والله ما عندي أسمع أسمع ما عندي والله ما عندي والله الروايات الصحيحة السند أسمع الروايات الصحيحة السند التي تقول بهذا الفيلم يا أخي الله يخليك وفقك الله وسدد خطاك جزاك الله خيرا سلام عليكم ورحمة الله يا أخي أسمعوني من الهاتف ما الخبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أتعرف أتعرف على اسمك أهلا وسهلا بعبد العباس تفضل حياة الوصول أقول هذا الأخي عبد العزيز وحيي على سلامة منبثة أكيد ويبدو من كلام وهذا هو عبد العباس كل إنسان ما يقبل هو مو فقط عبد العزيز أي إنسان فطرته سليمة يبحث عن الحقيقة ما يقبل الإساءة إلى النبي ما يقبل منكات فطرته سليمة أستاذ ورحمة نعم ما يقبل بالإساءة إلى النبي منكات فطرته سليمة الآن أنا أعطيك مثلا قائمة على كل يتقون على الأسلام المؤمنين يتفتعون وأنا نحن يتسمون ترجمة نانسي قنقر